طيب، في واحد معايا برضو ابن من أبنائك اللي انت توليته في منتخب مصر وهو بيعتبر أخي دينا كلنا يعني اللي هو علاء نبيل علاء نبيل برضو بعيدت لك رسالة عابلك تسمحها عشان ترد عليه الكابتن فاتحي نصير ده تاريخ ده عايز كتاب لوحد تتكلم عليه كابتن فاتحي ربنا اديله الصحة رحلة علاء نبيل في المنتخبات من وانا عندي 14 سنة لغاية الفريق الاول كابتن فاتحي شريك فيها كان شريك معايا في كل هذا المشوار من وانا عندي 14 سنة 15 سنة وانا كنت بداية لسه في نادي الشمس كابتن فاتحي عمر ما هنساله كان ليه دور كبير جدا معايا في الفترة اللي انا كنت فيها في فريق الاول في المقورين وكان الراجل الاجنابي كان مايكل ايفرد كان يعني ما كانش مختنع اوي فكان كابتن فاتحي كان ليه دور كبير معايا كان بياخدني النادي الاهلي هناك وكان بيشتغل معايا لوحده قبل مطش الجزائر اللي هو كسبنا واحد صفر صدق غيره وانا اللي جبت الجون كان قبلها بـ 48 ساعة بيجهزني نفسيا كويس اوي وكان بيقول لي دايما ان انت هتبقى لعيب كبير اوي وانت اللي هتكسب مصر ومرة ودخل علي كده الاوضة بالليل واحنا عادين كنت انا دايما انا وطهر بوزيت في اوضة يعني فقال لي طهر صاحبك هيلعب بعد بكرة وهكسبنا فقلت له بيادة قال له هتشوف وفعلا الحمد لله كسبنا وانا اللي جبته الجون وكان يعني كان هو سعيد جدا جدا لان هو كان ليه دور كبير معايا لان انا كان فيه دروب كبير جدا معايا مع النادي بحب اقول له يا رب يديك الصحة ودائما تبقى وجود في وسطينة كده ونتمتع بيك راجل اللي اشتغل في مناطق كديرة جدا واماكن كديرة جدا على المستوى عالي في التحاد الافريقي واشتغل في التحاد في الامارات واشتغل في عمان واشتغل في مصر في التحاد الكرة المصري ومنتخبات راجل سي فيه قوية جدا انت اللي عملته خير مع الناس وعمره ما يتنسي وانا واحد من الناس اللي انت عملت معهم خير وليك فضل علي ووجبي اللي انا اقول للناس انت انت قيمة كبيرة جدا وربنا يحميك يا كابتن فاتحي وتفضل دايما بالاناقة والشياكة اللي انت فيها كان يلبس في الساعة زي البنطلون كان جميل يعني فربنا يكترميك يا كابتن فاتحي ونطمع عليك دايما ونشوفك في احسن صحة واحسن حالة يا رب ان شاء الله بتبقى حاجة جميلة قوي لما بتبقى علاقتك بش بلعبة النادي الاهلي بس لا بخارج النادي الاهلي او بالمكان اللي انت بتنتمي فيه مكان منتخب مصر انت كنت بتحامل لعبة كلها سواسية بدليل نعلق نبيك يبلع فيلم اولين انما انت كنت المتولين اللي نشايف فيه حاجة كويسة وكان ممكن يبطل مع مايكل ايفرد فانت انقصته وخليته يعني لمعته ورجعته تاني بقى نجم من نجوم منتخب مصر كابتن مصطفى ما بيلعبش مع الماولين ماولين العرب مخان ما بيلعبش مع الماولين وبيلعب مع منتخب مصر كابتن عبد يقول لي الناس بتتكلم التور ما تتكلم احنا بيدينا ولا ما بيديناش نعم يعني اداءه في الملعب هل اداءه في الملعب فيه تقصير هل اداءه في الملعب فيه عدم التزام وعدم انضباط انا مالي ومالي فيه مشكلة بين اللاعب وبين المدرب فينا دي ما هي την ثقة بقى بتاعت المدرب اه المشكلة ما هيش مشكلة اخلاقية ما هي مشكلة اخلاقية لأ يعني لو فيه سلوك او كده فيه مشكلة بين النادي وبين اللاعب عشان سلوك في الحالة دي يعني مش هجيبه لكن ده التزام وانضباط وأدب وولده الله يرحمه ما مشكلة المدربين الأجانب ساعد بيحبوا يكره يحبوا ويكره مش على حساب الفرقة أنا والده الله يرحمه قلت دايما أنا أقوله قله يسمعني قله يبعد عن الكلام التاني قله أنا أقوله على كل حاجة خليك معك كابتن فاتح أقوله برضو لو سمعت ما تخلهوش يستمع لحد لأن السمع والودان قاتل 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 يبطل أي لعد فقلت له ما نوش دخل بأي حاجة وما نوش دخل بمايكل إيفرد طالما هو سلوكياته منضبط كويس إحنا عاوزين السلوكيات المنضبط وبالتالي كنا ودعمني لحقيقة لكابتن عبدو في الحالة دي لأنه هو صاحب قرار وعشان في ثقة بينك ومن الكابتن عبدو يسمع الكلام ووجه وكل لما جاب الجول يقولي خلاص ابنك وهو ده يقولك ابنك وهو ده يقولك ابنك